شكلت تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة مخوار لقاين عقدت اليوم بالرباط لجلة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني بمجلس المستشارين مع وفد عن الجمعية الألمانية للأمم المتحدة الذي يزور المغرب حاليا تحدثنا على مسلسل تسوية فيما يخص قضية وحدتنا الترابية حيث أعطيناهم نبذة تاريخية حول تطور مصار هذه القضية منذ الستينات حتى يوم عادة لا سياما فيما يخص القرارات الأخيرة وقرار مجلس الأمن الأخير المرتبط بالإشادة التي قدمها المجلس الأمن فيما يخص القرار الأخير بالمجهودات التي يقب بها المغرب على جميع المستويات وخلال اللقاء تطرق الجانبان أيضا لأوراش الإصلاح الكبرى التي انخرط فيها المغرب فضلا عن تهزيز منظومة حقوق الإنسان سياما وأن المغرب يتوفر على آليات لمراقبة حقوق الإنسان تتمثل على الخصوص في المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له وكذل مقررين الأمميين في مجال حقوق الإنسان والذين يستضيفهم المغرب بشكل دوري